وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار أكد دكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي على أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي بدأنا بتنظيم مؤتمرات وبحوث محلية مع الأكاديمي المختصين منذ 2017 وتوعية أكثر من في البدايات 700 بحريني اليوم ما صلنا أكثر من 10 ألاف من المواطنين في جميع المجالات من التعليم من الطلبة إلى المختصين 10 ألاف في السنة توعيتهم وداركم في الذكاء الاصطناعي طبعا التوعية ليس فقط للعلم إنما لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نحن في البحرين مثل ما قلنا كنا للأوائل وفي 2021 في بداياته طبعا تم فتاح مركز سمو الشيخ ناصر بن حمد أقريف للذكاء الاصطناعي البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بحيث اليوم قدرنا في آن الواحد نعمل على أكثر من 75 مشروع نوعي في الذكاء الاصطناعي اشتركوا في القناة